شل انت وجنة تحديداً بعيداً عن الفريق عادتوا مع بعض هيكي قلت لابنا نكون للاكي يعني ركبتوا ككوبل بالدور بنينا تاريخ له وشو كانوا يساووا وشو كانوا يعملوا ام تتعرفوا ع بعض وام تحبوا عملتوا لهم قصة كاملة ايه طبعاً للمفروض تبني قصة كاملة لحتى مثلاً إذا بدنا نعود وهي مثلاً قاعدين بجنين في أحد المشاهد فهي فجأة عيطت اعم انا طلعت انه في فضيحة شو بك فضيحة يعني اه فهو ما خانقة ليش لانه بيعرف انه هي هيك من الاصل وهي ما بتعيت الا اذا كانت مأهورة عن جد مثلاً فهذا طريق شخصية بفيد بالتفاصيل ما بيناتهم عرفت عليه شلون هو مثلاً بيصفن فيها كتير مثلاً بيخليها مثلاً تحن شوي لما بيطلع عليها بنفس الوقت عيونه بيغروها عرفت شلون اللمعة بالعين فأنا لازم دائماً بنظل شوي مدمع مثلاً عرفت هدول التفاصيل هنه اللي بتصنع هنه اللي بتساوي شي مثلاً انا لقينا شي انه خليني لاقي شي عن جد بحبه فيك مثلاً خليني لاقي شي عن جد بحبه فيك انسك كذا عرفت شوفي شي بيحفز المشاعر نعم لا مثلاً ايديه ايديه لجنة كتير هيك انه مثلاً ترى يعني كتل بتحس يعني بشوه ويديه هيك كتل أطفال عرفت؟ فهذا كان الشي اللي عم تلعبوا هذا كان مثلاً المدخل لا تقدروا تعيشوا الحالي بتتصور شو البونس اللي كان عنده يا جنا لحتى كانت بهذا الدور عفوية عفوية خارقة اللي هو انا عملت أربع سنين مهد اللي حاول اتعلم هاد الشي لانه حتى احاول اوكي فيني يمكن يكون عفوي بشخصيتي كسليمان بس كشخصية تانية بنا تكون عفوي بده جهد بده جهد كبير يعني ما مالا سهل بنوب انه تعمل يعني مثلاً طاعم سلوم حداد مثلاً استاذ عبد المنع ماماي مثلاً اكبر مثال هنن هدول الشخصيتين نطاعهم استاذ عبد المنع ماماي بشخصية قيد مجهور في مشهد انا رح موت هذا هو العفوية الصحيحة هذا هو الصح هذا هو التمثيل لما بيقل له الاستاذ باس الخياط بيقل له جبتلك المصاري بيقل له انجاز شكراً لك دي شوق بيقام بيقل له جبتلك يا هون بالدولار يكونوا بالسيارة هاي العفوية هاي العفوية هاي العفوية كتير صعب انه تطلع اذا ما كنت متمكن من تاريخ الشخصية ومن الشخصية ومتدرب عليها ببيتك عرفت عليه شلون لحتى تعرف تلقائياً هي شو بتحكي بالمشهد صحيح ما تنزل بشكل برمج تماماً ما حدا رح يقولك تعا عيد اللقطة ألف مرة لحتى نشوف شو الأحلى فانت بدك تلقائياً تطلع هاي الشخصية وتدرب عليها بالبيت أكتر من مرة وتحطها بمواقف يعني بالمعهد كنا الانماط اللي كنا نعملها كنت اطلع انا بقواعي النمط وروح سوق سيارة ووركب تكسي وقمشي بالشارع واسأل على قصص وسيارة لحتى خلنا لشوف الناس إذا بتصدق هاي الشخصية ولا ما بتصدقها طيب في شي خاص نعمل لدورك على صفح الساق انت عجد عشرة الشباب اللي بيشتغلوا بالنبش أو حاولت تطلع على حياتهم لحتى اشتغلت معهم اشتغلت معهم وانا بقوله لهي اني اشتغلت معهم مو ليشو في حالي انه ليك وانا اشتغلت معهم وشوفوني انا انا شاب الممثل اللي بتعايش لا 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 عمقول انا اشتغلت معهم انه ارجوكم خلينا كل ياتنا هيك نعمل طب احكيلي عن هاي التجربة كان التجربة جميل جدا شو عمل صحيحة يعني هي اول شي في احد الاشخاص ضلني على المكان شكرا الو يعني اسمه نورس بهلوان هو ساعدني لحتى دور على هذا المكان وساعدني لحتى هو مكب يعني هو مكب تماما شو عملت احكيلي رحت هيك الحالات بدون مقدمات مرحبا انا لابس اواعي يعني متواضعة شوي ما كتير يعني مو هيك حابب انا اشتغل ما عرفت عن نفسك ابدا شي قلت له حابب اشتغل يعني قلت الحالة بفوت بدون ما حدا يعرفنا ايه قالي لاش مين انت شو على اساس شو جايت اشتغل قعدت اراوغ وناقش بدون ما كزق ايه ما بطلع معي انا بتقول له خيو مرحب عليك انا اسمي اسليمان رزق انا ممسطر هاد المعلم ايه طبام انا اسمي اسليمان رزق بدي وحقيقة تلقم الامر انو انا بدي عندي شخصية مسلسل عرفته عن حالي ذكرته بحالي انا وصغيرة اللي احلى وسأله مدرشو قلت له صراحة حابب عندي شخصية هيك 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 ونبش هاد الشي مزبوط ولا مو مزبوط قال لي اذا يعني انت ما بعرف شو بدي شغلك مدرشو كذا كذا انو انو يعني عيب انو نعود ان شغل قلت له لا موسط عيب قصة على انا تساعى فهم وشو اه شو يعني انو واحد ممثل عم يتدرب على شخصية هو يقل لي لا انت اكبر اقدر ولا انت بعدين ما فتت بالشغل قال لي اوكي خلص بنشتجل بالنحنا في هدول المراحل هي اول شي النبش بجيبون اه بالطروي الزينات اه بعدين بيمفردوا اه بيتفرقوا انو هاي زبالة وهذا بلاستيك وهذا كذا وهذا كذا بيتصنفوا يعني بعدين البلاستيك هو كان ياخد البلاستيك فالبلاستيك بيتاخذ بينشال منه كل شي براغي وهدول الأمور وبعدين بيتقطعوا قطع صغيرة بينفرموا فيطلعوا قطع صغيرة كتير نحطوا بكياس وينباعوا للمعامل اعادة التدوير اعادة التدوير فهي شغلة جدا مفيدة يعني وتعاملك كيف كان مع اللي بيشتغلوا به هلأ ما كان في غير المعلم هو اللي بيعرفه تمام فكان التعامل معهم يعني شوف انا اشتغلت بمنطقتين لان الثاني هديك المصيبة اللي هي فعلا شلون الطاقم هيك تماما لدرجة انه ما بيتحكي عنا حتى انه ما كان حدا بيعرفني بالمرة انه انا ممثل وجاي اعمل شخصية في شي مجتمع متل اللي شفناه مجتمع مختلف قائم بحد ذات ولو مجتمع مخيف في خطورة مو طبيعية شو اخطر ما فيه اخطر ما فيه هي شو يسموها شلون بامريكا في كل واحد عنده حي معين هون كمان هيك باللزبالي انا هي حاويته اذا حدا بيقرب عليها براح اسحب السكين واضربه مم ورواد هذا الشخص كان احد النباشي الموجودين اه طبعا ما اسمه رواد يعني هو بس انه كان تقريبا اه نفس الطبع ظرفي تماما اه بس ما كان عنده تمارا اه فكان كانت حياته سيئة يعني بينام بينام مثلا اذا ما قدر يرجع على بيته عصت زينب فهو بينام باحد السوزوكيات مثلا اللي موجودين هو نموزج من نمازج كتير بتشابه طبعا من نمازج كتير بس عم قللك هو كان اخدت منه ال اخدت منه اساسيات يعني ايه يصر له زمان مم عريقيا شو اصعب شي كان بالمسلسل كله عليك اصعب لقطة اصعب مشهد يمكن اصعب حالة اه اصعب حالة اه حب حالات الحب كانت اصعب ليش خصوصا لقطة اللي اه لما تمارا بتستحي تشيل مم الباروكي عن الحالة فاللا انو انا بحبك شلو ما كنتي كنت بشعر طويل قصير ومأمل يلي هو بحبك المهم انا شخص ما كتوم ما كتير بعبر مم بالحيات كتوم اللي خجول كتوم وخجول الاتنين مم ما بعبر يعني ما عندي هذا الشي تبع انو والله انا حيا بحبك وكذا وكذا الصوت العريض فورا مم مرحب عليكي والله في مشاعر حضرتك في مشاعر تجاه اني ولا لا خلصين بس في بس بخجل منه يعني ما بقدر اكون جريء اكتر منسي مع الشخص ايه الا لكون صار لي وقت معه بدك وقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة